الحدث الحدث صنعته السيدة الويزة حنون أعطوني السيلونس الحدث صنعته السيدة الويزة حنون الأمينة العامة لحجب العمال الراغبة في الترشح الراغبة في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة السيدة الويزة حنون البارح بعد اجتماع المكتب السياسي بمقر الحزب ببلفور الحراش العاصمة اتفق قاتل جماعة على انسحاب الأمينة العامة لحزب العمال السيدة الويزة حنون هيا نسمحو يا زارج والسيلونس نسمحو السيدة حنون واش قالت عدم مشاركة حزب العمال في المسار الانتخابي المتعلق بالرئاسيات المقبلة كليا اي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين الداعمة لترشحي للمشاركة في الرئاسيات وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وعدم المشاركة في عملية التصويت يوم 7 سبتمبر والله 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 أحبس 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 يا زارجو السيدة الويزة حنون أعلنت انسحاب انسحاب من سباق مشي الترشح الرغبة في الترشح مزل مايش مترشحة انسحبت كي راهي رغبة في الترشح بقولها ربع أيام انسحبت البارح ما قالتناش علىها انسحبت ذرككي ما قالتناش كل واحد وش يقول أنا نقول الويزة حنون لو كانت جمعة التوقعات الخمسين ألف توقع تعالناخبين والله الستمائة تعالمنتخبين ما تنسحبش ولكن بما أنها لم تستطيع أن تجمع خمسين ألف اجتمارة خمسين ألف اجتمارة للناخبين أو ستمائة استمارة توقيع للمنتخبين لم تستطيع إذن ستنسحب لأنها لو كان يلحقها النهار دعا ثمانتعش وما تقدمش الملف كامل فهي ضربة قاضية لهذا السيدة الويزة حنون اخترت أن تنسحب قبل اثمانتعش جويلة هذه هي وهذا هو اوه ترجمة نانسي قنقر